في الحلقة الماضية وقفت بعض الشيء عند الآية السادسة والخمسين بعد البسملة من سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتقدم الحديث من أن العبادة هنا برنامج حياة وليس محصورا بعالمنا الدنيوي إنه برنامج حياة في الدنيا إذا منسجم الإنسان معه فإنه سينسجم مع المراحل القادمة لنفس هذا البرنامج حينما ينتقل الإنسان من دار إلى دار برنامج الحياة في الجنان هو برنامج عبادة بما يناسب ذلك العالم وبرنامج حياتنا الدنيوية برنامج عبادة بما يناسب هذا العالم وهكذا في كل دار وفي كل مرحلة من تلك المراحل مر هذا الكلام ولا أريد أن أعيد بقية التفاصيل لضيق الوقت إلا أنني سأكمل من حيث انتهيت الوقت ما أسعفني كي أكمل الحديث في معنى العبادة وفيما يرتبط بمضمونها في عنوانها في عنوان العبادة وإلا فإن الحديث سيتواصل في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بخصوص العبادة التوحيدية الكتاب الذي بين يدي معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وطبعة هي الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 349 في الباب الذي عنوانه معنى العبادة بسنده عن خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي قال سأل عيسى ابن عبد الله القمي أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول وأنا حاضر خيثمة هذا يحدثنا خيثمة الجعفي يقول سأل عيسى ابن عبد الله القمي أبا عبد الله وأنا حاضر ما هو سؤال عيسى فقال ما العبادة فأجاب الإمام بهذا الجواب المجمل والمفصل في آن واحد الإمام هكذا قال حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه إنه أفضل تعريف للعبادة فعيسى القمي سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه ما العبادة فجاء الجواب هكذا العبادة حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه إنه الوفاء ببيعة الغدير بحسب مضمونها الصحيح تلك هي العبادة وذلك هو برنامج الحياة الذي أشارت إليه الآية السادسة والخمسون بعد البسملة من سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فالعبادة هي هذه حسن النية بالطاعة حسن النية بالطاعة إنما يتحقق بعد أن نبايع بيعة واعية بعد أن نبايع إمام زماننا مر الحديث في مضمون بيعة الغدير المحمدية فيها وجه ثابت ووجه متحرك أما أما الوجه الثابت فذلك الذي يرتبط بعقد البيعة مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأما الوجه المتحرك فإنه العقد والبيعة مع إمام زماننا وهكذا لكل شيعة مع إمام زمانهم في وقتهم فحينما نبايع بيعة صحيحة فإننا سنكون على هذه النية على نية الوفاء بهذه البيعة الصحيحة وفي أي اتجاه من الوجه الذي يطاع الله من أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذه هي العبادة الحقيقية ولذا من دون هذه العبادة الحقيقية فإن الطقوس من الصلوات إلى الصيام إلى الحج لقمة لها لأن جوهر العبادة الحقيقية هو هذا السؤال ما العبادة والجواب حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله من الوجه الذي يطاع الله من هو الإمام المعصوم والعبارة دقيقة مثل ما بيّنت لكم نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله هكذا بشكل مطلق هناك باب هو فتحه لنا هناك وجه هو وجهنا إليه هناك سبب هو جعله فيما بيننا وبينه الكلام هو هو الذي تقدم الإمام الصادق يختصره في هذه الكلمات القليلة العبادة هي هذه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله من فهناك وجه من خلاله تتحقق الطاعة وهذا الوجه الذي من خلاله تتحقق الطاعة لست أنا الذي أقترحه ولا يحق لأي أحد آخر أن يقترحه هذا وجه مشخص معين من قبل الله سبحانه وتعالى وما واقعة السجود لأبينا آدم إلا وسيلة إضاح للملائكة من أن برنامج الخلافة سيكون بهذه الصيغة بهذه الصيغة سأعود إلى هذا المطلب في الحلقات القادمة الذي جرى في واقعة السجود لأبينا آدم لم يكن إلا برنامجاً برنامجاً مصغراً بالضبط مثلما يحتفل في وضع الحجر الأساسي لمشروع من المشاريع لبناية كبيرة من البنايات فإنهم سيحضرون في الاحتفال نموذجاً مصغراً لتلك البناية لذلك المشروع قد يكون مصنوعاً من الورق قد يكون مصنوعاً من الخشب الخفيف أو من الزجاج أو من الكارتون بالنتيجة هناك أنموذج مصغر لذلك المشروع يكون جزءاً من برنامج مراسم الاحتفال بوضع الحجر الأساس لذلك المشروع للبداية في الانطلاق بتنفيذ المشروع فالسجود لأبينا آدم كان أنموذجاً صغيراً لبرنامج الخلافة الكبير إنها الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة ذلك هو برنامج الخلافة الكبير وبرنامج ظهور إمام زماننا هو مقدمة لذلك البرنامج العظيم تلك هي الخلافة التي يكون محمد صلى الله عليه وآله خليفة الله في أرضه والذين يعينونه في برنامج الخلافة هذه هم علي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم وزراؤه وأعوانه وعماله وموظفه ذلك هو برنامج الخلافة الكبيرة فما كان من سجود الملائكة لأبينا آدم كان أنموذجا صغيرا حين قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إنه محمد إنه محمد محمد صلى الله عليه وآله هذا هو الخليفة الأعظم الملائكة تصور أن الأمر محصور بأبينا آدم ولكن حين أشرق النور المحمدي في آدم وحين علم آدم الملائكة الحقيقة وعلمهم الأسماء والأسماء ما هي ألفاظ سيأتي الحديث عن الأسماء ربما في هذه الحلقة الأسماء حقائق كبيرة حينئذ تراجع الملائكة واعتذروا لله عما بدر منهم من اعتراض على برنامج الخلافة الحكاية عميقة 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 قصة أبينا آدم ما هي كما تصور بهذه السذاجة من أن آدم أكل تفاحة أو أكل شيئا آخر لا أريد أن أقف عند قصة أبينا آدم فهذا موضوع طويل لكن الكلام جر الكلام فالوجه الذي شخصه الله لنا كي نطيعه من خلاله محمد وآل محمد نحن شيعة الحجة بن الحسن الوجه الذي نطيع الله من خلاله هو الحجة بن الحسن أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء عرفتم الآن ما المراد من ضرورة وجود الإمام أو لا عرفتم الآن كم أسأتم وكم تسيئون إلى إمام زمانكم حين تأتون بهؤلاء الثولان في النجف وتجعلونهم نوابا له هؤلاء الأغبياء الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم اليومية في كل يوم في كل يوم يصلون وما وما علموا أنفسهم القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة هؤلاء الأغبياء والثولان كيف يكونون نوابا لإمام بهذه المواصفات التي ندركها بحدودنا أما مواصفاته الحقيقية التي يعرفها هو عن نفسه فتلك لا تقترب عقولنا منها بأي وجه من الوجوه إذن ما العبادة العبادة كما يعرفها الصادق صلوات الله عليه حسن نية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله من هناك نية عزم هذه النية كيف تتحقق تحتاج إلى معرفة سديدة تحتاج إلى عقيدة سليمة حتى تكون النية سليمة حتى تكون النية حسنة حسن النية كيف تكون النية حسنة والعقيدة والعقيدة ليست سليمة هل يمكن أن نتصور ذلك بشكل منطقي وواضح وجلي العقيدة ما هي بسليمة والنية تكون حسنة العبادة تتوقف على النية الحسنة والنية الحسنة تتوقف على العقيدة السليمة والعقيدة السليمة تتوقف على أمرين الأمر الأول أن نأخذها من المنابع الصحيحة الأصيلة والأمر الثاني التوفيق من قبل إمام زماننا أما هذا الهراء في كتب العقائد في حوزة النجف فهذا ضلال في ضلال في ضلال ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف منهج الضلال والانحراف والابتعاد عن إمام زماننا فهذه المضامين لا تتحقق إلا بتحقق العقيدة السليمة فالعبادة هذا هو تعريفها حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه فإن الله حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وضع لهم أنموذجا مصغرا أنموذجا عن البرنامج الأعظم تذكروا تذكروا حينما تحتفل الحكومات والدول والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة حينما يريدون تأسيس مشروع من المشاريع في حفل وضع الحجر الأساس يأتون بأنموذج مصغر تذكروا هذه القضية قصة أبينا آدم بالضبط هي هذه فما نقوم نحن به البشر في إدارة أمور حياتنا إنعكاسات تناسب هذا العالم عن الذي جرى في العوالم السابقة التي مررنا بها عبر أبينا آدم فنحن كنا بصورة وبأخرى في ظهر أبينا آدم وأبونا آدم مر بالذي مر به في تفاصيل قصته المعقدة والمعقدة جدا فالعبادة حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه والكلام هنا ليس عن طقوس وإنما عن برنامج حياة الطقوس ستكون جزءا من هذا البرنامج الواسع الممتد رواية جميلة عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه ينقل لنا فيها وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصاه بها أقرأ عليكم من الجزء الأول من وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية وهي طبعة مشهورة معروفة طهران إيران صفحة أربعة وثلاثين من أبواب مقدمة العبادات إنه الباب الخامس الذي عنوانه وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا الحديث الثامن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل فبإمكاننا أن نحول جميع أجزاء حياتنا في برنامج العبادة الواسع أن نحول جميع الأجزاء في ذلك البرنامج إلى عبادات عبادات ضمن برنامج العبادة الواسع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون برنامج العبادة هنا برنامج حياة واسع بإمكاننا أن نجعل كل شيء يتحرك في هذا البرنامج أن نجعل منه عبادة مخصوصة فمثلما هناك صلاة واجبة خصصها محمد وآل محمد لنا يمكننا أن نجعل أكلنا ونومنا أن نجعل قضاء الحاجة في بيت الخلاء أن نجعل من ذلك عبادة ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل في كل شيء هذا إذا استطعنا أن نرسم برنامج حياتنا بهذه الطريقة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى النبي يوصي أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل نحن نتحرك في برنامج عبادة شامل عام وفي ضمن هذا البرنامج هناك عبادات مخصوصة كالصلاة اليومية هذه من قبل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وهناك أجزاء أخرى بإمكاننا أن نحولها إلى عبادة من خلال نية صادقة أن نوظف كل شيء في أي اتجاه في هذا الاتجاه في اتجاه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله من أن نجعل نومنا في طاعة إمام زماننا أن نجعله سببا كي نستريح من عناء الحياة في نهارنا وأن نجعل نومنا لأجل أن نستعين به على خدمة إمام زماننا في اليوم القادم من أيام حياتنا وأن نجعل طعامنا سببا للحفاظ على قوة أجسادنا وعلى عافيتنا لأجل أن نوفر هذه القوة وهذه الأجساد في خدمة إمام زماننا تذكروا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سئل عن القائم فماذا قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه الخدمة لابد أن تكون خدمة ممتازة فلابد أن تكون مقدماتها مقدمات ممتازة أيضا أن نحول مقدماتها إلى عبادة أن نجعل نومنا وأن نجعل كل نشاط من نشاطاتنا تؤدي إلى خدمة إمام زماننا أن نجعل من كل ذلك عبادة حينئذ برنامج الحياة سينقلب انقلابا كاملا وحينئذ سنستشعر طعم الخدمة للحجة ابن الحسان أنتم الذين تقولون إننا خدام للحسين أين أنتم عن هذه الثقافة وعن هذا الفهم لا أريد أن أطيل في هذه الجهة فعندي الكثير من المطالب فالعبادة كما يقول إمامنا الصادق هي هذه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله من فحينما نصلي لا بد أن تكون صلاتنا باتجاه الوجه الذي يريدنا الله أن نتوجه إليه من خلاله مثلما أسجد الملائكة لأبينا آدم فهذا السجود لم يكن لأبينا آدم هذا السجود كان لله كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأنه كان بأمر من الله وكان هذا الأمر متوجها إلى النور المحمدي الذي أشرق في أبينا آدم قطعا بحسب منزلة أبينا آدم فكذلك عباداتنا عباداتنا التي جعلها محمد وآل محمد مخصوصة كالصلاة وغيرها أو العبادات التي نحن نحولها من فعل ومن حركة ومن أمر هو جزء من برنامج العبادة العام نحوله إلى عبادة مخصوصة مثلما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ذر من أن تكون له نية في كل شيء حتى في أكله وفي نومه وفي سائر شؤون حياته هذا هو البرنامج الذي يريد الحجة ابن الحسن من أشياعه أن يطبقوه بحسب موازين بيعة الغدير لا بحسب موازين ثولان النجف الذين لا يفقهون الدين وعلمون دينا هو عبارة عن قمامة وعن قذارة جاءونا بها من سقيفة بني ساعد ألا سود الله وجوههم على هذا الدين القمامة الذي علموه لأجدادنا وآبائنا وعلمونا إياه ولا زالوا يتمسكون به مع أن الحقائق التي توضع بين أيديهم تكشف العورات واضحة جلية لكن العنادة وحب الدنيا وحب الأموال ماذا أقول إنهم عبارة عن مجموعة من الأمراض النفسية الخبيثة هكذا يتحركون وهكذا يعيشون ولذا أنتجوا ما أنتجوا لنا من هذه القذارة التي سموها فقها وسموها فتاوى وسموها دينا وأبعدون عن هذا المنهج الطهر عن منهج محمد وآل محمد وفقا لمضمون بيعة الغدير المحمدية وفي معاني الأخبار صفحة 485 الباب الذي عنوانه معنى أفضل أجزاء العبادة تقدم الحديث في تعريف العبادة ما هو أفضل جزء من أجزاء العبادة بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة سبعون جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال العبادة سبعون جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال قطعا المصداق الأول لطلب الحلال هو للحلال الذي ندخله في عقولنا وقلوبنا وبعد ذلك يأتي الحديث عن الحلال الذي ندخله في بطوننا وإلا فإن الذي يكون همه أن يدخل الحلال في جوفه في بطنه فهذا هو الذي ستكون قيمته بقيمة ما يخرج من بطنه هذا الحديث الذي يخبرنا عن أن الإنسان إذا كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه هذا الحديث لا يتحدث عن أصحاب الشهوات فقط فأصحاب الشهوات سيشكلون مصداقا من مصادق هذا الحديث بالدرجة الأولى يتحدث عن الذين يجعلون كل همهم في إدخال طعام الحلال إلى أجوافهم وهم في الوقت نفسه يدخلون طعام الحرام إلى عقولهم وقلوبهم هؤلاء قيمتهم قيمة ما يخرج من بطونهم ولذلك سيتخذهم مراجع الطائفة العظام حميرا لهم ويركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ فطلب الحلال بالدرجة الأولى هو طلب الحلال الذي ندخله في عقولنا وقلوبنا فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى علمه هذا عن من يأخذه بالدرجة الأولى يكون النظر إلى طعام العقول فطعام العقول والقلوب هو الذي سيبقى معنا أما طعام البطون وإن كان مهما فإننا سنتركه في تراب الأرض لا قيمة له صحيح أن الطعام الحلال إذا ما دخل إلى الجوف له تأثير عظيم على جسم الإنسان لكن لا قيمة له إذا كان ذلك الإنسان يدخل الطعام الحرام إلى عقله وقلبه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هل هناك من قذارة أسوأ من أن ندخل العقائد الناصبية والثقافة الناصبية والدين الناصبية والتفسير الناصبية للقرآن في عقولنا وقلوبنا ما قيمته الطعام الحلال الذي سندخله في أجوافنا فهذا الذي يكون كل همه أن يدخل الطعام الحلال في بطنه وليس مهتما لإدخال الطعام الحلال إلى عقله وإلى قلبه قيمته كقيمة غائطه هنيئا له هنيئا له بطعامه الحلال في جوفه وهنيئا له بقيمته التي هي قيمة غائطه الحلال الذي هو أفضل أجزاء العبادة المعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول أفضل عبادة أمة انتظار الفرج ولكن انتظار الفرج يتوقف على المعرفة من دون المعرفة كيف سيتحقق معنى انتظار الفرج بالنحو الذي يريده إمام زماننا صلوات الله عليه إمامنا الكاظم بيّن لنا هذه الحقيقة أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بعد المعرفة فالمعرفة هي العبادة الأولى هي العبادة الأساس هي كل العبادة هي حقيقة العبادة العقيدة السليمة اتفقنا على أن برنامج الحياة هو برنامج العبادة وأن العبادة برنامج حياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لينفذون برنامج حياة من قبل الله سبحانه وتعالى أفضل أفضل أجزاء هذا البرنامج طلب الحلال فطلب الحلال بالدرجة الأولى وبالدرجة العليا أن نطلب الحلال الذي ندخله في رؤوسنا أن نطلب الحلال الذي ندخله في قلوبنا ما أنتم تقرؤون يا أشياء علي تقرؤون في سورة المائدة في كلاب الصيد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إنها كلاب الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله حتى كلاب الصيد فإن الله رسم لها برنامجا فهل أن آل محمد لم يرسموا لنا برنامجا لتفسير قرآنهم والاستنباط أحكامهم الشرعية كي نعود إلى النواصب وكي نعود إلى منهج التفسير العمري مثل ما فعل هؤلاء الثولان من آيات الله العظمى في النجر إذا كان الله قد رسم برنامجا لكلاب الصيد محمد وآل محمد رسموا برنامجا لكلاب الصيد تعلمونهن مما علمكم الله برنامج للكلاب فهل أن محمدا وآل محمد لم يرسموا لنا برنامجا لتفسير قرآنهم كي يتراكض هؤلاء الثولان من زمان الطوس إلى يومنا هذا إلى تفسير سقيفة بني ساعد كي يضحك على أجدادنا وآبائنا وكي يضحك علينا ولا زالوا لا زالوا يضحكون عليكم وأنتم تهللون وتقدسون لهم طلب الحلال هو هذا مثلما رسم محمد وآل محمد برنامجا لكلاب الصيد لأجل تحقيق الحلال في صيدها فلقد رسموا لنا أيضا برنامجا لأجل تحقيق الحلال في عقولنا وقلوبنا فروا فروا من النجا فروا من منهج مراجع النجا إنه منهج القذارة والنجاسة عودوا إلى منهج محمد وآل محمد وابحثوا عن الحلال عن حلال علمهم عن حلال عقيدتهم هذا هو الذي يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول العبادة سبعون جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال قطعا طلب الحلال في طعامنا وشرابنا وفي رزقنا وفي بيوتنا وفي ثيابنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا المادية هو جزء من أجزاء العبادة لكنه يأتي بعد طلب الحلال الحقيقي بعد أن نطلب الحلال لعقولنا وقلوبنا بعد ذلك ننتقل للبحث عن الحلال فيما يخص الطعام والشراب وفيما يخص الثياب وسائر الشؤون الأخرى في حياتنا اليومية طلب الحلال بالدرجة الأولى أن نطلب الحلال لما ندخل في عقولنا وقلوبنا فهمتم أو لا ماذا سأقول لكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر